اهلا بكم الى موجز اخبار الان واصلت القوات العراقية في الموصل عملية تطهير جيوب تنظيم داعش في البلدة القديمة في الموصل واعلنت امس قتل قيادي كبير والقاء القبض على 250 من افراد التنظيم وعلى رغم اعلان رئيس الوزراء العراقي حيث العباد الاثنين الماضي بيان النصر وتحرير الموصل فان عمليات الاجهزة الامنية مستمرة في تمشيط وتطهير الاحياء المحررة اعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى عبدالامير يا رالا ان اكثر من 25 الفا من مسلحي داعش قتلوا في معارك التحرير في الموصل على مدى 9 اشهر واضاف يا رالا في ايجاز صحفي بثه تلفزيون العراقي ان القوات المشتركة تمكنت ايضا من تدمير اكثر من الف سيارة مفخخة واسقاط 130 طائرة مسيرة فضلا عن تدمير اكثر من 1500 مركبة لمسلحي داعش اعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة السيطرة على 70% من حي هشام بن عبد الملك غربي مدينة الرقة وقال تلك القوات ان الاشتباكات مع مسلحي داعش احتدمت في ستة احياء داخل الرقة على الجبهتين الغربية والشرقية هذا واشن التحالف الدولي المناوئ لداعش غارات على مواقع عدة في المدينة اكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان بلاده ستقدم ملفا كاملا لفرنسا عن التجاوزات القطرية والدعم المستمر للارهاب وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نائيف لودريان شدد الجبير على موقف المملكة الثابت والداعي لعدم دعم التطرف ومكافحة الارهاب اكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لصحيفة اللوجورنال دوديمانش ان نظيره الامريكي دونالد ترامب سيحاول ايجاد حل خلال الاشهر المقبلة حول ما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ واردف الرئيس الفرنسي قائلا انه من المهم مواصلة الحوار لكي تعود الولايات المتحدة في نهاية المطاف الى ساحة التحرك ضد الاحتباس الحراري كافح رجال الاطفاء السبت الحرائق المدمرة المستعرة بالقرب من سانتا باربرا في كاليفورنيا التي تضاعف حجمها خلال الليل بسبب الرياح العصفة قبالة الساحل في الغابات الجافة التي لم تحترق منذ عقود وقال الموقع الالكتروني لادارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا ان الحرائق اندلعت في الثامن من يوليو ودمرت بالفعل ثمانية منازل وتم احتواء خمسين في المئة منها الجمعة وتعد هذه الحرائق من اكبر خمسين حريقا تشتعل عبر الغرب الامريكي الى اللقاء